السلام عليكم ونبيل الحلويات اللي ما كتخطاناش في الاعياد والمناسبات المعلكة كاوكاو او غريبة كاوكاو اللي كيعشقها الكبير والصغير كتتحضر بسرعة وسهولة وكتجيب نينة بزاف في هذا الفيديو غنشوفوا المقادير والطريقة الصحيحة والنصائح باش نشحلكم مئة في المئة كيفاش تجيكم الشقة مزيان الشيشة ومعلكم الداخل هنا عندي كاوكاو اللي كان صهده غير شوية في الفران كان تحنوه مغسناش نضعقوه كي يبقى شوية خشين بحال هذا الشكل ممكن تستعملوا كاوكاو بلدي الحقيقة اللي استعملتو كتتحمرو شي شوية في الفران باش ما يجيكم مش مجهد في الطيبة ديالو كنزيدو كاسد الكوك اللي خصو يكون ميت دم جوش كيسان السكر واحد شوية ديال الملحة باش نحسنو الدوق كنضيفو معلقة كبيرة الكاكاو وجوج خمارات هذا هو اللي كي خليها تشقق مزيان بالنسبة لكاكاو إلا ما كانش عندكم ممكن تعاوضوا بفلونت الشكلات حتى هو كيعطيها اللون وكيعطيها حتى المدق زوين كنخلطوا هاد النواشف مزيان وكنخدموهم بيدينة حتى كتجنس العناصر كاملة مع بعضه هنا كنضيفو ستاد البيضات كاست الزيت وثلاثة المعارض الكبار ديال كونفيتور هذا هو اللي كي خليها تجي معلقة ورطبة ولما كانش عندكم الكمفيتور ممكن تعاوضوه بالقليكوز وهو صراحة القليكوز كي يجيبها حسن كيخليها معلقة بزاف ورطبة وكيحافظ عليها أنا هنا استعملت الكمفيتور حيث هو اللي تقريبا توفر عنا كاملين في الضر كنخدمو العاجين مزيان حتى كتجنس العناصر كاملة وكنحصلو على العاجينة اللي تكون رطبة كنخليوها ترتاح واحدة ربع ساعة ومن بعد كندهنو يدينا بمزهر غير شوية يعني مخصناش نفزقو بزاف باش القلاس يقبط فيها كنديرو كويرات صغار وكنفندوهم في سكار غلاسي سبيسيال ماشي سكار عادي لانه سبيسيال هو اللي كيخليها تشقق مزيان وكيقبط فيها وما كيسيحش وبالنسبة لما توفرش عندكم ممكن تستعملوا سكار عادي وليني تضيفوا له شوية نشا وليني مالافضل يعني يستحسن انكم تستعملوا هذا سبيسيال حيث هو اللي كيخلي غريبات جيزوية نفس الشكل ودك الغلاسي كيقبط فيها مزيان من بعد ما كنشكلوا الكويرات دينا كنديروهم في الطبصيل ديال الفورن كنبعدوهم غير شوية على بعضياتهم وكندخلوها الفورن اللي نكون وديجا سخناها مزيان منين كندخلوها كنديروها كنديروها لتحت يعني العافية على الوجه ديالها وتكون مهيلة لعافية حتى كتشقق مزيان واحد تناشل دقيقة هكك عاد كنطلعوها الفوق يعني كطيب بالخف كنطلعوها كطيب واحدة ربعات دقيقة هكك يعني المجموع شي 16 دقيقة مخصاش طيب بزيان في الفران لان هذا هو السبب اللي كي خليها تقصح لكم من بعد خاصة بقارطبة ومنين كتخرجوها من الفران كترجع لي هاديك السخونية وكتولي طيبة مزيان وهاي كيف اشتجي من اروع ما يكون الى تبعتون النصائح اللي في الفيديو والطريقة واضبطوا المقادير اكيد غتنشحلكم وخاتكونوا اول مرة كتعملوها هانتوما كيك اجي مع الكامل داخل بالنسبة لطريقة الاحتفاظ ديروها غيف شي علبة ديال البلاستيك اللي تكون كتشد مزيان ماختش الهواء يدخل لها وكتبقى معكم زيانة المدة طويلة نتمنى الفيديو يكون عجبكم وبصحة وراحة